موسيقى خلينا نقفز بالزمن إلى قصة الطفان طبعا يعني في إشكالات كثيرة حول الفلك بناء الفلك وحول فكرة الطفان يعني أنه يغطي الأرض عالميا ويكون أعلى من كل قمم الجبال في المتر يعني يمكن 11 إلى 17 متر فوق أعلى قمة زي انصالح الموضوع ده بالعهد الجديد بفكر يسوع يعني على سبيل المثال زي ما قلت من شوية 33 وثيقة تاريخية في شعوب الأرض المختلفة تؤكد حدوث الطفان الاكتشافات الجيولوجية اللي حصلت إن حيوانات مدفونة بكميات كبيرة حيوانات من التي تعيش في المناطق الحارة موجودة في المناطق الباردة هذه الأمور كلها تؤكد صحة الحادث التاريخي بس هم عندهم مشكلة إنهم رفضين فكرة دينونة طالله الله يدين لا لا الله محبة وبالتالي طمحنا نقول لهم يا جماعة الطفان ما جه لكن يقول لنا الرسول بطرس هذا يغفى عليهم بإرادتهم لأنهم يقولون منذ رقد كل شيء باقن هكذا من بدء الخليق في الحقيقة لا مش كل شيء باقن هكذا من بدء الخليق حدثت كارثة كونية تحدثنا عنها الاكتشافات الجيولوجية والوثائق التاريخية التي تؤكد حدوث الطفان عالميا غطى كل الأرض وارتفع فوق قمم الجبال العالية 15 دراع يعني حوالي 7 متر ونص محدش يقدر النهاردة يعني يهرب من دينونة طالله أيام الطفان محدش ودي صورة لأن ما فيش مهرب من دينونة طالله إلا الاحتماء في المسيح الذي هو فوق النجاة وطبعا يعني لازم يكون عالميا لأنه شو داعي إنه يدخل كل الحيوانات بفوق طبعا بيبعث الطيور ممكن يتهاجر لقارة تانية تمام أو يروحوا لمنطقة تانية بزبط أكتر آمنة فهي حدثت لكن برضو مش بس حدثت المسيح استشهد فيها رسول بطرس أيوة استشهد في هذه الحادثة بيتكلم عن هذه الحادثة إنه فيه لها رمز مهم جدا لهو الخلاص يعني مثلا في متى 24 المسيحون كما كان في أيام نوح كذلك يكون في أيام ابن الإنسان كانوا يأكلون ويشربون يزوجون ويتزوجون إلى اليوم الذي دخل فيه نوح الفلك وجاء الطفان أغلق الرب عليه وأهلك الطفان الجميع هكذا يكون في أيام ابن الإنسان يعني إحنا عايشين النهاردة في أيام تشبه أيام نوح تشبه أيام نوح آه في إن الخروج على المبادئ الثابتة الاستهزاء والعصيار والتمرد وبعدين لم يعلموا لماذا لم يعلموا يقول لنا الرسول بطرس هذا يخفى عليهم بإرادته يعني أعتقد إحنا عايشين في الزمن غير عادي غير مسبوك المعرفة أصبحت متاحة كلمة الله تذاع وتبث ليلة نهار في كل أنحاء العالم كل أنحاء العالم اللي مش عايز النهاردة يعرف هو مش عايز يعرف وينطبق عليه قول يخفى عليهم بقرة هو مش عايز يعرف ولما يكون هو مش عايز يعرف حتى المسيح لما كان هنا على الأرض كم مرة أرد وأنتم لم تريده وذا بيتكم يترك لكم خراب طبعا كل الموضوع لمصلحتنا بقول لا يتباطأ عن وعده كما يحسب قوم التباطأ بل إيش يتأنى علينا لا يشأ أن يهلك أناس بل أن يقبل الجميع إلى التوبة يعني من نعمة الرب الرب أعطانا اليوم فرصة جديدة صحيح أنه نرجع له تمام نتوب ونطلب الرب